تصد بها 99% منها المادة 99% منها المادة طبعا المادة انت النهاردة مثلا بتيجي تتكلم الاحتراف الخارجي ما بيحققاش ارقام ممكن تاخدها في داخل مصر حاليا ودي عالمة استفهام كبيرة جدا في دماغي مش بلحها الحقيقة خالص يعني مش متخيلها يعني كل دوري في العالم او كل يعني مستوى في العالم بيبقالوه تمانو ولا انا غلطان فلما تدخل ارقام خيالية بالشكل ده طبعا انا مقولش انت شايف انو ارقام مبالغ فيها لا طبعا مبالغ فيها جدا مبالغ فيها جدا جدا انت رايح لفين بعد كده الدنيا الناس هتقدر يعني تتعايش مع الارقام دي ولا لا الموارد لازم يبقى فيه تطوير اكتر في بحث اكتر ماذا يخليني مثلا اهتم بانه انا اغير من سياسة التعقدات عندي يخليني اهتم اكتر بقطع الناشئيين يخليني اهتم ان انا نروح اسواق تانية بعيدا عن اسواق التقليدية اللي انا انا بكلمة على البداية بقول رأيي الشخص ايه اه اقول لك الحل الجزري بتاعك والاساسي بتاعك والسحر بتاعك وقطع الناشئين بتاعك قطع الناشئين قطع الناشئين طبعا قطع الناشئين هي المشكلة مش في نوعية اللعاب اللي هتجيبه بس اتراهن على قطع الناشئين في الفترة اللي جاية طبعا يعني في الاهلي يعني بكامل على الاهلي طبعا أنت أصلي واحد بيجي لك بمحد رطه مع أنه من الحياة اللي بتتدخل على فايلر السنة دي أنه مداش قوي للشباب القاتل ممكن يبقى أنت بالنسبة لك برضو يعني فترة من الزمنية محسوبة اللعيب اللي بيلعب مكانه لكن أنا أكلمك على واحد جاي بمحد رطه برغبته بانتماؤه بتفكيره بكل ما أوتي من قوة عشان يلعب عندك يعني في أي عنصر أو أي أسف أي حاجة لها علاقة بالتجارة أو البيزنس إنت اللي بتسعى مظبوط إنت اللي بتروح وإنت اللي بتسافر وإنت اللي بتدور وإنت اللي بتبحث وإنت اللي بتكده إنت اللعيب بيجي لك لحد عندك لحد عندك وهو حابب ده عشان يلعب عندك لإسمك ومكانتك تمام؟ فأعتقد إن شهر رحمن للفتر اللي جاء مش معنى كلمة إنت مع الفيك ما تدورش مش معنى كلمة إنت ما تدورش لأ ده إنت لازم تنزل لازم تنزل طيب خلينا نتكلم عن الفريق ونتكلم على الشهرين أو الشهر ونص اللي جايين لأنه